إذن الآن للخطوة القادمة. فهذا بالنسبة لـ Add Recipe ممتاز. شيء جميل. كل شيء يعمل. ماذا بالنسبة لتعديل Recipe؟ فسأذهب إلى وصفتي وإلى الوصفة الأخيرة التي أضفتها. هذه هي وصفة المنصف الرائعة تعديل الوصفة. فهنا لاحظوا المنصف له صورة فعليا لكنها لم تظهر هنا. لماذا؟ أنا بكو بساطة لم أضع أي كود لعرض الصورة البارزة لهذه الوصفة إذا كانت موجودة. فبداية دعونا نقوم بـ Inspect بعض الأشياء. ثم نتقرر. سأغلق. سأغلق هنا. سأغلق هنا. طبعا الآن Edit Recipe Form هو نفسه Form Add Recipe لكن بـ Initial Values. طيب أريد أن أعرض هذه الـ Initial Values. فإذن Initial Values. حتى أرى إذا كان فيها إذا كانت الـ Thumbnail تأتيني مع هذه الـ Initial Values. أم لا. فـ Inspect Element و Console. فإذن لاحظوا هذه الـ Initial Values. هل فيها Thumbnail أم ليس فيها؟ يبدو أن ليس فيها Thumbnail. فإذن لا تأتيني Thumbnail هنا. لماذا؟ برأيكم لماذا لم يأتيني ثumbnail من هنا؟ تعاونا نقوم بـ يعني لتتبع الأمور. هذا الـ Recipe Form تم تطبيقه من صفحة الـ Edit. Edit Recipe. فذهبنا إلى صفحة Edit Recipe. فلدينا الـ Initial Values التي تأتيني من الـ Recipe. الـ Recipe تأتيني من أين؟ تأتيني من الـ Props التي تأتيني من هذا الـ Function. فهذه الـ Recipe ها هي طبعا تأتيني من ماذا؟ تأتيني من هذه النقطة. نقطة Get One. Get One من أين تأتي أو أين وضعناها؟ وضعناها بـ API Recipe. إذا عدنا إلى هنا Get One لاحظوا. ها هي Get One. لكن كما تلاحظون أن الـ Thumbnail هي عبارة يعني جدوى الآخر. موضوع آخر. هي عبارة عن علاقة مع الـ Recipe. Relation. مثل الـ User كان Relation مع الـ Recipe. الـ Thumbnail هي Relation مع الـ Recipe. والـ Relation لا يتم إضافتها للـ Object بشكل أوتوماتيكي بسترابي. فعليه أقوم بإضافة هنا. فبكل بساطة هنا بـ Get One سأتبت بـ? هكذا. هكذا. يثبتها صحيح لا. هكذا. يساوي Thumbnail. وأيضاً نفس الشيء بالأقسام القادمة سنحتاج أيضاً أن نضيف Pubulate هنا لـ Get All Recipe. فإذاً سأضيفها. فإذاً يفترض الآن سأرى الثمنيل هنا موجودة. فإذا قلت بالتحديث يفترض أن أرى الثمنيل. فإذاً لنرى؟ هل سنرى الثمنيل؟ نعم رأينا الثمنيل. فإذاً الثمنيل هنا هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن Object فيها Data. هذه الـ Data فيها ID وفيها Attributes. هكذا. من الـ Attributes التي تأتينا بالـ Thumbnail هي Width والHeight واسم الملك. فإذاً ممتاز. فإذاً الآن طالما أصبح لديه Thumbnail هنا يمكن أن أعرضها هنا بكل سهولة. فبكل بساطة سنذهب إلى الـ Recipe Form. وفي الـ Recipe Form الآن بالـ Initial Values لدينا Thumbnail. فقط نحتاج أن نقوم بعرضها. فسنذهب إلى أين سنذهب؟ سنذهب أدنى المعاينة. المعاينة. صورة المعاينة. أين هي صورة المعاينة؟ فإذاً هذا. لاحظوا؟ هذه نفسها سأقوم بنسقها هكذا. وأضعها هنا بالأدنى. هنا سأكتب User أو Recipe. سأكتب Recipe Already Added Thumbnail. فهذا ستكون إذا كان بالنسبة للـ Form Data مع الـ Initial Value يعني. جاءني Thumbnail. وبهذه Thumbnail فيها Data. فهذا يعني أنه يوجد Thumbnail لهذه النقطة. فنحن بكل بساطة هنا سنكتب تكست اسمه Old Thumbnail الصورة السابقة. الآن سنضيفه. لن يكون لدينا هنا زر Delete. سأحذفه. الـ Image سيكون لها نفس الـ Class. ونفس الـ Alt Text. لكن بخصوص 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 سيختلف. السورس سيصبح التالي. هو سيكون هو عبارة عن Form Data. من Form Data سنجلب Thumbnail. ومن Thumbnail سنجلب Data. ومن Data سنجلب Attributes. ومن الـ Attributes سنجلب LURL. طبعا السبب أنني أضع Question Mark هنا. فبحيث إذا كانت مثلا هذا غير موجودة. فلن يعطيني هنا خطأ بكل بساطة. سيتوقف عن الذهاب إلى النقطة التي تدتليها. فإذا كانت موجودة سينتقل لتبعديها غير ذلك لا. التي بعدها. هكذا بصحة. أفضل. جاية. فبالنسبة للـ Old Thumbnail دعوني أضيفها. فإذا سنذهب إلى Messages Recipe Form. وأين هي New Thumbnail؟ هذه New Thumbnail. أنا سأضيف أدناها Old Thumbnail. وسأكتب هنا اسمها. سنضيف سورة الوصفة البارزة الحالية. فإذا الآن سنذهب إلى هنا ولنرى سورة الوصفة البارزة الحالية. لاحظوا لم تظهر السورة وظهر لدينا Thumbnail. لماذا يا ترى? لماذا برأيكم? آآ بكل بساطة علينا أن نتفقد هذا الموضوع. آآ عندما يظهر لنا يعني الآلت الصورة أو النص البديل للصورة هذا يعني أن الصورة اللي هناك مشكلة بصورس الصورة. وبالفعل لدينا مشكلة بصورس الصورة. ما هو المشكلة? المشكلة أن الصورس الصورة من هو عبارة عن وثم اسم الصورة ها هو. وليس طبعا هذا آآ نقطة upload ليست موجودة على localhost آآ ثلاثة آلاف وهو الرابط الحالي. هي موجودة على localhost واحد ثلاثة ثلاثة سبعة سلاش upload سلاش اسم الصورة. فبالتالي علي أن أعدل الصورة لأضيف بادئة آآ بادئة آآ استرابي. فلنقوم بذلك. فإذا بادئة استرابي يمكن أن أضيفها بشكل أوتوماتيكي هنا. أو أضيفها بشكل آآ hardcoded يعني أكتب localhost كذا. لكن أنا لا أحب هذه الطريقة. بكل بساطة سنكتب back end URL. هكذا. وفي الأعلى سنقوم بإنشاء الآن ملف. وإذا سأجلب back end URL من هنا. واسم الملف سيكون هنا آآ آآ عادي constant back end URL الذي سيكون هو عبارة عن HTTP localhost رابط استرابي يعني. وأنا أخبركم الطريقة الحق يعني الطريقة الأفضل في هذا الخصوص فاتبعوا هذه الطريقة. لا داعي الكتابة يعني لا داعي الطرق السابق. اتبع هذه الطريقة. هنالك مشكلة فلا يوجد مشكلة. هناك مشكلة. يبدو هناك مشكلة. ما هي المشكلة. فإذا لم تظهر الصورة بعد. لماذا? فإذا بكل بساطة علينا أن نتأكد من هذا هو الرابط. نعم لاحظوا هناك two slashes هنا. فعلي أن أقوم بمسح السلاش من هنا. يجب أن نمسح هذه السلاش. الآن يفترض أن تظهر الصورة. أيضا لم تظهر. لماذا? فإذا اللي نرى. لاحظوا. لاحظوا لماذا تظهر لأنني كتبت أن العنوان خطأ. هكذا. يجب أن يكون هكذا. الآن ظهرت. فهذه الأخطاء لاحظوا كون بالروم أنها بسيطة ولكنها يعني تحدث مشكلة. الفكرة أنه عندما أنت لا تضع لا تضع بادئة البروتوكول الذي سيحدث أنه سيأخذ العنوان من العنوان الحالي. يعني كده. وهذا العنوان الخاطئ للمسج. فإذا هذه الصورة الحالية لهذه ها هي موجودة. طيب إذا أنا أردت رفع صورة مثلا أندومي مكان المنصف سيتم عرض الصورة معينة الصورة التي اخترتها. هذه الصورة التي تختارها وهذه الصورة البارزة للسابقة. جيد. وأنا لو قمت برفع هذه الصورة. صورة المنصف ستبقى موجودة في الموقع. لكن الصورة الصورة الاندومي هي التي ستصبح الصورة البارزة للمنصف. لوصفة المنصف يعني. فإذا الآن لو ذهبت إلى وصفة المنصف سأرى آآ لماذا لم يتغير لأنه يجب عفوا أن أكتب تعديل آآ آآ هنا يجب أن أكتب هنا. مثلا لاحظوا ملاحظات. مثلا. وهنا تعديل الوصفة. فإذا الآن مرة أخرى إذا قمت بالتحديث. والآن ستصبح صورة الاندومي هي الموجودة هنا. فإذا بالفعل صورة الاندومي. لكن لو ذهبت سأجد صورة المنصف الاندومي ما زالت موجودة. الصورتين يعني. فإذا ممتاز. ممتاز. ما الشيء الذي بقي آآ لدينا بهذا الخصوص. بكل بساطة لو ذهبت أنا للرئيسية فأنا أريد أن أعرض هنا مكان هذا صورة الوصفة. آآ الوصفة الحقيقية. فهذا موجودة بالرئيسيبي كومبوننت فيجب أن نذهب للرئيسيبي كومبوننت. فبكل بساطة سأذهب إلى كومبوننت والرئيسيبي كومبوننت. آآ وهنا يوجد لدينا اميج آآ خاصة بالبليس هولدر. ها هي. آآ يعني ممتاز. لا مشكلة بذلك. لكن أنا فكرت أن نأخذ هذه الاميج وأن نضعها آآ بملاف بحيث أن لا يتم طلبها عن بعد أو طلبها لا يتم إرسال طلب لهذا الموقع بل من اللوكل يعني يتم سيربنج لها. فبكل بساطة سأقوم بسيف هذه الاميج آآ أو يمكن أن نكتب هكذا. سيف از. سيف اميج از. وسأسميها ليس هولدر. فضهب بمشروعنا. بذن ذاكم بلي جابسكريب توتوريال. سنذهب لنيكس. سنذهب لرئيسيبي. وهنا سأنشأ مجلد. سأسميه ببليك. وبداخله سأنشأ مجلد سأسميه اميجز. وأضع بداخلي هذه الاميج. آآ والتعديل الذي سيكون هنا أنا بدل استخدامي لهذا الموقع. سأستخدم السورس الجديد الذي هو سلاش اميجز ليس هولدر دوت سي اس بي. فضان الآن يفترض. أنا لا مشكلة. كل شيء تمام. لكن اذا قمت بانسبيكت المنت يفترض ان ارى الصورة من آآ من مشروعي وليس الصورة من عبر الانترنت. الآن الشيء الذي سنقوم به. ان انا سنستخدم هنا الاميج نيكست اميج. فسأكتب امبورت اميج من نيكست اميج. حتى اسمح لنكست بادارة الاميجز التي لدي. وهنا بدلا من اميج سنكتب اميج. آآ هذا هو السورس. الآل سيكون ايضا ثمنيل. سأترك هذا. لكن هذا تحتاج لي ويت. والويت سأضعه مئتين. والحايت سيكون ايضا مئتين. فبكل بساطة انا قمت بماذا? قمت بجعل. عفوا. قمت بجعل الاميج هذا. يتم خدمتها بمشروعي باستخدام. آآ وايضا جعلتها اميج تاك. آآ بالنسبة لاحظوا كيف تظهر بهذا الشكل. اريد ان اجعل لها الهايت مئة بالمئة. فسأذهب لآآ وستايل الثومنيل. هنا ساجعل الهايت ايضا مئة بالمئة. لاحظوا? تبدو هكذا بشكل افضل. ممتاز. نعود لموضوعنا. فالآن من الريسيبي هذا ايضا سنجلب من سنجلب الثومنيل. والشيء الذي سنكتبه هنا ان اذا فعلا لم يكن لهذه لم يكن لها ثومنيل. او لم يكن هناك لدينا ثومنيل ديتا. فنريد فعليا ان تظهر لنا هذه الاميج. لا يوجد ثومنيل. فاظهر لنا هذه الاميج. فضلاحظوا بعض الصور هنا. هذه لديها ثومنيل. آآ فلم يظهر اي شيء لانني لم اضف ذلك. الان ساكتب العكس. اذا كان لدي ثومنيل. اذا كان لدي ثومنيل. فما الشيء الذي سافعله هنا بكل بساطة اريد عرض هذه الثومنيل. وعدت هذه الثومنيل احتاج السورس. الالت الان نكتب السورس. السورس كالسابق سيكون هو عبارة عن يمكن ان تكتب ايضا بهذا الشكل. عبارة عن الباك اند يوارل. ساجلبه من الاعلى هنا. بالاعلى. سنجلب امبورت باك اند يوارل فروم اه مسار واحد الاعلى. ماي كونفج. وآآ ثم سنكتب بلاس هنا. وسنجلب هذه الثومنيل. والديتا منها. ومن الديتا منها سنجلب الاتريبيوت. ومن الاتريبيوت نجلب اليوارل. فذا هذا هو السورس. بالنسبة للالتكس ايضا يمكن ان اجربه من السرابي. لا مشكلة بذلك. نفس هذا ساقوم بنسقها نفسها. لكن هنا ليس لدينا يوارل. بل لدينا او اسمه آآآ بالنسبة للسترابي. اذا كان موجود جيد جدا. اذا لم يكن موجود سنكتب مثلا. يمكن ان نكتب ايضا هنا يعني اسم الوصفة وثم ثم يبدو اجمل لو كتبنا هكذا. ما رأيكم اسم الوصفة نضع هنا. وثم نص البديل يكون للريسيبي تايتل. طبعا لا يوجد يوجد تايتل فقط. فاذا سنجلب تايتل هكذا. ممتاز. بالنسبة للويتث. الويتث يمكن ان اجربه بنفس الطريقة هنا. بدل من آآ آآ نضع هنا ويت. طبعا هذا ساحذفها. وبالنسبة للهايت نفس القصة. اذا هنا ساكتب هايت. وايضا هنا هايت. وهذا ايضا ساحذفها. اذا الآن سيظهر لنا خطأ ولنرى ما هو هذا الخطأ الجميل. آآ هذا الخطأ سيقول اين ذهب الخطأ? مرة اخرى ساوحدث حتى يظهر لنا. هذا الخطأ يقول invalid source probe. فاذا invalid source probe فاذا هذا هي البروب التي وضعتيها. هو next image hostname localhost is not configured under images. الnextconfig.js. وهذا يعني انه يجب ان نسمع لليست. الnextjs ان تأخذ الصور من آآ localhost. ويكون ذلك باضافة ذلك للnextconfig image. فكيف ذلك? فاذا نذهب لملفاتنا هنا. هل يوجد لدينا ملف اسمه nextconfig? لا يوجد نقوم بانشائه. فاذا next.config.js. طبعا نفس الاسم. تكتبون نفس الاسم. هنا سنكتب module.exports. وهنا سنختار images. وسنكتب ان المسموحة للامج ان تأخذ الامج منها من الدومين localhost. فاذا يفترض الآن انا لا يوجد مشكلة اذا قمت انا بالتحديث. اذا استمرت المشكلة فهذا يعني انا علي ان اقوم بتشغيل علي تشغيل السيرفر مجددا. فاذا ها والسيرفر يعمل. اذا ما المشكلة فاذا تحديث? فاذا جيد. فاذا الآن آآ لاحظوا ظهرت لنا الوصفة. ها هي. ظهرت لنا الوصفة. آآ جميل جدا. آآ وقبنا باضافتها. فاذا هنا ايضا ندينا وصفة. اذا كان هناك آآ ستظهر لنا. لم يكن سيظهر لنا هذه الثومنيل. فاذا ممتاز جدا. فاستطعنا ادارة الثومنيل. ايضا لو ذهبت الى الوصفة المنصفة الرائعة. فساجد ان ايضا ستظهر الوصفة آآ الصورة آآ هنا. آآ في حالتك اذا لم تظهر الصورة هنا فما الشيء ما اين يجب ان تنظر? في اي ملف? يجب ان تذهب لآآ آآ وهنا يجب ان تتأكد من هذه الخطوة انك وضعت تساوي ثومنيل وهنا ايضا نفس الشيء. هنا وهنا يجب ان تتأكد من هذه النقاط آآ مجددا. فاذا جميل جدا حقيقة. آآ اريد تغيير بعض الاستايلات فقط. اذا سمحتم لي طبعا. الاول شيء اريد تغييره هو انني اريد ان انا قمت توسيط هذا بشكل وقت سابق. فاذا اين نحن الان? اذا ذهبنا لستايلات آآ كنت بتوسيتها مسبقا. انا لا اريد هذا التوسيط. فاذا سألغيه. لان مرة اخرى تحديث. فاذا لاحظوا. فاذا اختفى هذه المسافة. هذا اريد ان اعيدها للخلف او للاسفل عفوا للاسفل. فهذه اسمها فهنا ساضع فقط ولن اجعل هلالغي هذا او هكذا افضل. فاذا هكذا ستصبح افضل واجمل. آآ يبقى موضوع واحد ان عندما اذهب الى هنا طبعا حسب الصورة اذا كانت الصورة اطول هنا سيكون هناك فراغ يمكن ان اتعامل معه آآ لاحقا. دعونا نجرب نجرب آآ تعديل الوصفات. فمثلا هنا وصفة الدجاج بالكاري. وريد فقط اضافة صورة لها. فاذا رفع صورة. التي هي دجاج بالكاري. فاذا رفع الصورة. والتعديل. لاحظوا هنا اذا كانت يعني في اول مرة انا اقوم بالتعديل ولم يأخذ هذه النقاط هنا. يعني اول مرة اقوم بالتعديل. هذا لا يوجد فيها خطأ. لكن ما زال زر آآ هذا. آآ فيجب ان نحل هذه الموضوع. ربما ربما لاحقا. لكن يمكن ان تكتب هكذا. اي شيء هنا. وثم تحديد. او تعديل. سيتم التعديل. فاذا وهذه الكلمات يمكن ان تترجمها انت للغة. آآ وايضا بالنسبة للاندومي. فاذا دعونا نضيف آآ اندومي صورة الاندومي. فاذا هنا اندومي. ورفع الصورة. وتعديل الوصفة. ايضا نذهب لوصفاتي او وصفاتي عفهم. وبالنسبة للمنسف. المنسف هذا. فنريد اضافة له صورة. فاذا ها هو. ورفع الصورة. وتعديل الوصفة. فاذا الان اه اذا ذهبت للرئيسية هنا. ستظهر الصور. لاحظوا. جميل جدا. جميل جدا. يمكن ايضا ان اذهب للصفحة هنا. وارى هذا الموضوع. فايضا جميل جدا. موقع الوصفات التي قمنا بانشائه. آآ فاتمنى ان اعجبكم هذا الموقع. بالتأكيد لم ننتهي بعد. آآ هناك نقطة اريد ان اضيفها هنا. اريد ان اقوم بانشاء ملف اسمه. هنا. وهذا ساكتب آآآآ اه لان موقعنا. ليس موقع يعني مئة بالمئة. كل شيء كتبناه صحيح. او كل شيء آآ يعني. يجب ان يكون كهذا. هناك بعض النقاط اللي اتجاوزنا عنها. وعندما نتجاوز عن شيء يفضل ان نكتب حوله ملاحظة. حتى نتنبه في المستقبل لهذا الموضوع ربما ننسى لكن هذا الملف سيبقى موجود يمكن من خلاله أن نرجع لهذه الملاحظات ونصححها أول ملاحظة كانت أن بوقت سابق قمنا بإنشائها أعتقد أن الـ user can edit و delete other user's recipe وهذا بسبب أننا لم نقم بتحديد الـ user أن فقط يتم فقط يعدل الـ recipe الخاصة به يمكن أن نكتب ملاحظة أننا لم نحدد الـ user بفقط تعديل الـ recipe الخاصة به فهذا هي ربما نكتب هكذا الموضوع الثاني هو اليوم الذي يقومنا به اليوم أو بهذه الفيديوهات هو أن any user any user أو ليس user non authenticated users can upload images مرة ثانية هذه مشكلة permission و security issue يجب أن أتعامل معها ليست هذا الموضوع يعني هذا ليس ربما لن أتعامل معه في هذا الكورس لكن هذه قضايا يجب أن أنوه إليها حتى أنت تفهمها وتضع أيضا ملاحظاتك إذا تركت نقطة لم تكملها فعليك أن تبقيها كملاحظة حتى تعود إليها في المستقبل فإذا هذا هو الموضوع الموضوع الأخير لا يوجد موضوع أخير انتهينا من هذا الشيء في القسم القادم سيكون لدينا قسم جديد في هذا المشروع وأنا سنضيف سنقوم بإضافة سنقوم بترتيب الوصفات التي لدينا يعني أعتقد سيكون قسم نوعا ما سهل لن يكون هناك صعوبة وبعد الانتهاء من الخطوات التي قلتها قبل قليل سنذهب للطريقة الجديدة بإنشاء مشاريع باستخدام فابقوا معي تعلموا معي ستعرفون الكثير أنا يعني أؤكد لكم وأيضا شكرا لكم لأنكم تابعتموني لهذا الفيديو وأحسنتم هذا ليس شيء سهل أن تتابعوا كل هذه الفيديوهات وكل هذه المعلومات لكن أنت كنت ملتزم كفاية حتى تقوم بذلك أو حتى تقوم بذلك فشكرا لكم ومع السلامة